من عمان نذب إلى واشنطن وزميلتنا هبة القدسي مدير مكتب الشرق الأوسط في واشنطن يعني هبة زلات لسان بايدن زادت كثيرا كيف يستقبل الإعلام الأمريكي ذلك أنا عارفة أن أنتو عندكوا قصتين قصة حوار بوتين والذي قدمه تاكر المذيع الأمريكي المشهور وقصة زلت لسان بايدن خلينا نبدأ بزلت لسان بايدن كيف استقبل الإعلام الأمريكي ذلك؟ مقاله عن الرئيس السيسي أنه رئيس المكسيك ومقاله عن معبرفة أهلا بك يا سيدة لنيس وبالفعل القصص المتعلقة بزلات لسان الرئيس الأمريكي خاصة في المؤتمر الصحفي العقد ومفاء يوم الخميس ربدا على تقرير المحقق الخاص روبرت هور بأنه لم يتم توجيه إتهامات جنائية لبيدن احتفاظه ووصائق سرية في منزله وفي بيته اعتمادا على جملة هي التي أثارت غضب بايدن بشكل كبير لأنه قال لا يمكن أو أعفى بايدن من مواجهة إتهامات جنائية بسبب كبر سنه وضعف ذاكرة به وهذا ما أثار غضب الرئيس بايدن وأقدم على هذا المؤتمر دون إعلام مطبط من البيت الأبيض أنه سيكون هناك مؤتمر صحفي وحينما عقد هذا المؤتمر بدأ غاضبا للغاية من إتهامه بدعف جاترته ووسط الأسئلة المتلاحقة من الصحفيين بدأ غاضبا وأخطأ في جلة الإسلام جديدة وصفا منصب الرئيس المصري بأنه الرئيس المكسيكي وهذا بالطبع أثارة يعني انتقادات واسعة أكثر من أو يعني تزايدت بشكل كبير عن الزلات السابقة وكان هناك إتهامات من الرئيس بايدن أنه أصبح لا يعني ولا يتذكر وإتهامات من الجمهوريين بأنه ليس الشخص المنافس لتولي يعني لخوض عملية عادة انتخاب وتولي منصب رئيس الولايات المتحدة لفترة أربع سنوات قادمة وهناك بالفعل قلق لدى الديمقراطيين من انخفاض شعبية بايدن أيضا على خلفية المتاندة الأمريكية الغير مشروطة بإسرائيل وما يتعلق بالقلق من عمر رئيس بايدن وجلات لسانه المتكررة هذه ليست أول مرة في يعني ربما تكون الثالثة في أسبوع واحد حينما أخطأ في الخلق ما بين فرانسواني سيران ورئيس مكران وأيضا أخطأ في الخلق ما بين أنجل أمريكا والمستشار الألماني الحالي وبالتالي هذه كلها تزيد من مخاطر إعادة انتخاب بايدن بشكل سبير وإضافة إلى الاشتياء من هذه المتاندة الأمريكية المتزيدة للإسرائيل